نريد أن نطرحها ولكن نريد التبسيط فقط ليس إلا ما معنى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ أما توحيد عند من أقر هذا التقسيم نعم يريد به أن توحيد الألوهية أن يقر بألوهية الله تبارك وتعالى فهو سبحانه عنده الإله الواحد نعم لكن توحيد الربوبية إنما يتعلق بالعبادة فقد يتعبد غير الله عز وجل بدعوى التزلف والتقرب إلى الإله الواحد نعم فيكون الخلل عند هؤلاء إنما هو في توحيد الربوبية لا في توحيد الألوهية نعم من صوره أيضا تبسيطا أنه قد يضفي قد يؤمن بألوهيته سبحانه وتعالى إلها واحدا لا شريك له نعم لكنه يمكن أن يضيف إليه من الأوصاف ما لا يليق به سبحانه وتعالى ما هو منزه عنه نعم يمكن أن يضفي إليه نقائص يمكن أن ينفي عنه بعض صفات الكمال نعم فحينئذ يؤتى من قبل التوحيد الربوبية نعم هذا هو المخصول إذن هذا المصطلح لا ينطبق على الربوبيين هل هو فريق؟ لا 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 مصطلح الربوبيين اليوم انصرف إلى من ينكر الرسالة نعم أنه لا حاجة إلى وجود وسطا نعم بين الإله الخالق الرب سبحانه وتعالى وبين العباد فينكروا إرسال الرسل نعم في الاستعمال المعاصر وحسنا أنكم أو في بعض الاستعمالات المعاصرة نعم فلا صلة له بما كان مستقرا أو بما كان موجودا في كتب العقائد والكلام من أنواع التوحيد الله تعالى